اوعي ترمي البلوفر القديم اللي عندك وتعالي شوفي ميرا جايب لكم فكرتين النهاردة احلى من بعض اول فكرة معانا تجنن وهي منكم البلوفر بتاعنا خدت كده طول حلو ومناسب وابتدت اجيب الفايبر بتاعي وبعتزل الفيديو اللي فات قلت عليه فارو كنت بشتغل بالفارو ويعني المواضيع تلغبطت على بعضها شواء وبعمل هنا حاجة كده زي العجلة كده عارفين العجلة والكويتش المدور بتاع العربية هنعمل حاجة شبيهة منه مصغيرة ابتدي قتني بالشكل ده واقدر واحشي فيها فايبر على قد ماقدر عشان تبقى معايا مدورة وفارغة كده من النص بالشكل ده خدوا بالكم من التكنيك ويلا كده دوسوا على اللايك الحلو بتاعنا شجعونا عشان نقدر نكمل مسيرة الافكار الجديدة والحصرية وده طريقة جديدة النهاردة اللي البومكن اهي سهلة زي ما وعدتكم هنعمل كزا طريقة طول الشتاء للبومكن او اليقطين وابتدي بعد ما عملتها بالشكل ده وزبطت حوالين الفايبر كويس جدا الصوف بتاعي ابتدي بقى اعقد بالشكل ده عشان تباني الخصل بتاع القرع العسل بتاعنا كمي بالشكل ده الخيط العادي عايزة تحطي خيط صوف اوكي عايزة خيط قطن برضو ينفع تمام جدا فكرنا النهاردة جديدة قوي وهتعجبكم للديكورات كده الشتوية الجميل وهنعملها بتكنيج جديد زي ما انتو شايفين انا هنا بكمل الخصل بتاعة البومكن بصوا شكلها بقى جميل ازاي مبططة كده مش مقعبرة الفوق وبعد كده ابتدي اجيب حتة تاني مسلسة من الصوف بتاعنا وجبت كمان سلك كهربع عادي الف حوالي كده والزق بس اولها وابتدي كده اعمل زي ارتاس كده رفيع من فوق ونازل تخين على تحت او سميك خدت كده مقاس مناسب من السلك قطعته وكمان هاشيل الزيادة برضو من قماش وافضل ابرمه كده الف ويتبقى تاني كده مكرمية جبت اللون الجميل الجملي ده هالزق برضو اوله بالشكل ده وابتدي الفه بالشام كده هو ورا بعض ورا بعض ورا بعض وعشان ما يعملش فراغ عشان احنا هنتني الجزع ده اللي هو بتاع البامكن في الاخر اتأكدوا من اللفات ان انتو عاملينها ورا بعض وادموكوها كويس انا مش بقيدكم بماتيريا المعين عايزين تعمله صوف اوكي عايزين تعمله خيش اوكي كل حاجة تنفع شفت ناس بتعمل الفرع او الجزع بتاع البامكن اللي فوق ده بيعرفين الخيش الاحبال حرام وخسر لانه هو غالي دلوقتي فده بديل لي ارخص واحلى كمان زي ما انتو شايفين ابتديت كمان في الجزوع هنا انا ابتديت احط احبال اطمق تمام بالشكل ده تقريبا نفس الدرجة انا مرضتش اخليها الالوان زحمة كتير بلزق من من اللي في النص دايما من فوق من تحت وهبتدي احط الجزع بتاع البامكن الجميل الشهي كده اقدر هتحكم بقى اتنيها بالشكل ده يمين وشمال براحتكم بصو التانية دي ما يجبهاش غير السلك يعني تكنيك حلوة وكمان فكرة السلك جديدة جدا حصري يلا بينا بقى هنجيب الفكرة الفكرة التانية هنجيب لها بلطمان حلو كده حسب الحجم اللي عندكم اختارت مطور بلاش مربع عايزين الكمة بتاعنا يكون اكبر منها عشان اقول لكم ليه واوسع وكل ما بيوسع يبقى احلى اضم كده من من تحت خالص بالخيط واكشكشها كده عشان تتضم شواء وقالزق خلصنا القعدة يلا بقى نجيب الفايبر بتاعنا ابتدي اعمله بمطور كده زي ما انتم شايفين وابتدي احشي بقى طب هحشي ازاي وليه وانت عايز ايه بالضبط تعملي يا ميرا انا عايز اخصل كده عارفين البومكين او قرع العسل الخصل بتاعته انا عايز اعملها بالشكل ده وجبت البرتمان عشان برضو اعمله زي بومبونيرة او منظم مطبخ بقى في الرسيبشن هيبقى طحفة يبقى ديكور وكمان في نفس الوقت انا استغليته ينفع حاجة بصوا انا بعمل ايه شايفين مخطوطات كده بس يبما فينهم فراغات وبعد اوسع كده بايدي انتو شايفين الفضا عامل ازاي عشان اعمل الخصل دي وبعد كده جيت في الاخر خالص او قبل يعني عملت اربع وحدات الفضل واحدة ابتديت اوسع كده بعصيت المقشة اي خشب عندك عشان التخصيلة الجميلة دي تباني تمام اهو بالشكل ده شايفين بوسع اهو وعملت خدوا بالكم قبل الخطوة اللي انا بصرجها دي لفيت حوالين اه القتر اللي فوق خالص بتاع فتحة البرطمان شدت خيط جامد وهقول لكم ليه وانا بصرج بالشكل ده التسريجة دي عشان تضم قوي القماش معايا وتعزل ما بين كل فايبر والتاني وهو بصرجه في الخيط اللي انا لفيته جامد حوالين الفتحة بتاعة البرطمان من فوق عشان يجبك اخر الصراجة تروح شابكة فيها اهي بصوا بصوا الشكل ده وبوسع بها واشتغل اللي بعده اهو بالشكل ده من تحت الفوق صراجة وطبعا بصرج بابرة العين بتاعتها كبيرة وبالضم فيها الخيط بتاعنا بتاع المناجد اهو بالشكل ده بصوا شايفين التجزيعة الفكرة دي جديدة هتلاقوا حصري عندنا ومحدش عملها قبل كده ولا بقى اجنابي ولا مصري ايه رأيكم بنعملكم اختراعات وابتقرات جميلة وبعد كده بعد ما خلص كل الخصل بتاعتي اللي حوالين الداير البرطمان ابتدي اضمها من فوق بالشكل ده وبقرب لكم تمام خلصت خلص ضمتها طبعا فيه حاجات كده تعريق طالع ناس ده بالقماش ابتدي اعمل غرزة البطنية انتوا عارفينها طبعا سهل اهو بصوا من جوه واخد الخيط او اي غرزة انتوا عايزينها عايزين تضموها عادي مجرد نظافة وفنش كده يبقى لطيف شوية من الفتحة بتاعت البرطمان من فوق جبت الغطا عادي شفاف خالص وقلت بس عشان اجمل القعدة وتبقى ايه اه عزلها تبقى ضد المية حاجة وقعت حاجة عملت ما تتوسخش بسهولة وتبقى قوي اهو بصوا لفت حواليها كمان خيط ولفت كمان على كل خصلة بصوا البيناس زي شكلها لزيز قوي حولين البرطمان بامكين في نفسها جميلة تقصوها كده زي عارفين الخزف اللي طالع والحاجات اللي هي الكونكريت اللي طالعها اللي فيها تعريج قوي اهي جميلة ولا حطينا بقى اسمنت ولا مية وزروطة والكلام ده شوية صوف شوية فايبر يتعامل بهم حاجات حلوة ده بقى الغطا نفسه بتاع البرطمان لزقت في الفارع بتاع البامكين دا يرما يدور كده خيط سهل قوي وبقى جميل بصوا الشكل عايزين تسوبوه سادة اوكي عايزين تعملو اه ديكورات بوهو تمام برضو بس انا هنعمل التطشات جديدة بصوا بس حبيت اعمل هنا فارع كده من الخيوط عشان بس ايه ما تقعش يمين وشمال تحط الغطا يثبت في مكان تعالوا شونا بقى شوفوا التطشات بتاعتي اللي انا هحولها لنيو كلاسيك ايوة وده الجديد انا معي جبير لونه دهبي حاسها زحمة شوية هفق منه وطلع كذا شو حبيت التعريجة اللي جوه دي فابتديت اشيلها بالشكل ده وهحطها حوالين الغطا بالتكنيك والشكل ده يعني ممكن الجبير حتى لو مش عجب يعني مش عجبك الشكل بتاعه هو بيبقى فيه كذا مرحلة لو طبعا مش كله مش كل الشكل بيبقى معمول ومتخيط في بعضه بخيوط كده شفافة فكتها وطلع من الشكل ده طبعا فيه شكلين تانيين طلعوا انا حبيت الشكل ده وبصو الشكل جميل ازاي خلصتها شبكتها بالشمع نقط صغيرة خالص عشان ما نبوصر ورز الجميلة اللي احنا عاملينها طبعا انتو فيه حاجات دلوقتي رائجة قوي وتريندي الفوزات اللي طالع البيضة اللي فيها دهبي والشغل نيو كلاسيك الجميل ده ومبينيرات وفوزات مستوحي منها قوي شغل انا بعمله النهار وجبت برضو من نفس الجبير بتاعي انا دهب كده طويلة لفتها حوالين الحبل بتاعي اشان برضو اعمل على الجسم بتاعها طاق التطشات كده دهبي من الاول والاخر برضو طبعا الشمع بتاعنا بصو جميلة ازاي عجباني او وبصوف وفايبر عملنا مجسم يعني تصوفوا الفايبر ده يتعمل بهم شغلة عادية تعالوا بقى تشوفوا انا وظفتها لكم ازاي اصطر لكم اللوحة الشجرة اللي انا احنا عملناها قبل كده وكمان شوية كل دي دكورات احنا عاملينها بصوا جمالها بصوا اللون الدهبي وقرب لكم قوي تشوفوا الشكل والفينيش طبعا تنفع بومبونيرة ووظفيها في اي كذا حاجة وهنا كمان عملتها فازة الورد ده كنا عاملينه على القناة كل ده شغل القناة هنا انا حطيت لكم لون احمر طبعا دي دكورات نيو كلاسيك حبيت اعمل لكم النهار ده بومبكن بنيو كلاسيك يعني مش بوهو قلت اغير شوية للناس اللي بتحب النوعية دي من الدكورات شايفين اللون الاحمر هنا ضافي لمسة حلوة على الابيض ازاي صفرة بتاعتي لونها جملي فحطيت الابيض ده عشان اكسر شوية اهي وعشان تبان الشكل ودي برضو فكرة حلو ممكن تزينوا بيها الصفر بتاعتكم ده شال آآ دانتيل ممكن برضو تعملوا بيه الحركة دي البرواز الجميل ده هتلاقوه على القناة عندي وبرضو الفازر ريشة الجميلة دي حاجات بسيطة جدا بخمات بسيطة جدا تقدروا تعملوا بيها حاجات حلوة وهنا حبيت اوريكم بشكل تاني بلون تاني وظفتوا بشكل تاني شلت الاحمر حطيت اللي هو الستراس ده اللي بالمتر عليه وبقى شكل رائع ايه رأيكم في الجميل ده كله بخمات بسيطة جدا دعموكم بلايك واشتراك هيخليني اقدر اواصل في ان انا اقدر ابداع لكم ان نعمل افكار جيدة بشكركم جدا كنتم مع قناة ابتكارات ميرا استنوني في افكار تانية حلوة كتير قوي جاية واربع دهها بإذن الله سلام